هل ينفع اعمل كرسي هرموني اعمل به ضخامة عضلية بعد جدا بطل وحافظ على كمية الاكل بتاعتي عشان احافظ على الحجم العضلي ده تعال اقولها اهلا بيديو في حلقة جديدة مع روكابتن اوكا والنهاردة حلقة مهمة جدا 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 كل الشباب بتبتدي تقول هالي في الجيم وببتدي ارد عليهم عشان خاطر اختصر الرد كتير ده عملنا حلقة بسيطة نبتدي الرد على السؤال المشهور جدا عاوز اعمل يا كابتن كرسي هرموني عشان ادخم عضلاتي بعد ببتدي ازود نسبة الاكل بتاعتي وابتدي احافظ على الحجم العضلي ده قبل ما ندخل في التفاصيل احب فاكران تدعمي وتعمل حلقة لايك لما مش هكتير في كناتش تاوي فاعل زرها الشبصالة كل بديد تعال بقى نتكلم عشان نقول الرد ونقول اه ينفع او ما ينفعش لازم نعرف لاول يعني ايه اصلا كرسي هرموني اي كرسي هرموني لازم يبقى فيه هرمون اساسي لا غنى عنه وهو هرمون التستيستيرون او هرمون الزكورة لازم يبتدي يزيد في الجسم لانه هو من بعض خصائصه زيادة الحجم العضلي طبعا وخشونة الصوت والحركة تير بس اكبر ميزة اللي الراديوين بتاخدها زيادة الحجم العضلي طيب عشان نبتدي ازيد عضلات لازم اولا نسبة التستيستيرون اللي انا دخلها الجسم او هرمون الزكورة دي تبتدي تزيد عن اللي جسمي بينتدها وما بيبتقش نبا نتيجة الهرمون ده في جسمي غير لما بيبتدي نسبته تتخطى الطبيعي والغدة الاساسية او النخامية المسؤولة عن انتال هرمون التستيستيرون والخشيطين يبتدي ويوقفوا شغل واحد يبقى لازم جسمي يبتدي يبطل تستيستيرون عن مثل لان انا بدخل خمس او سبع او سبع اضعاف الهرمون اللي مروض جسمي بالاول اول ما بيخش الهرمون الدسم يبتدي يطرده مناعة تبتدي تزيد الدسم يبتدي يسخن عشان الدسم يرفض الحاجة اللي داي من بره هنعندي حاجة احلى منها سيبك من دي بعد اسبوع اثنين الدسم يبتدي يستسلم يبتدي يخمل خالص الغدة تبتدي يبطل انتاج عشان تبتدي يستفيد من اللي جاي من بره عشان كده زروة اي كرسي هرموني بتبدأ من الاسبوع التالت ونبدأ دايما بالضعيف ونبدأ نزود عشان لو بدأت بكمية عالية بدأت كده جسمك مش هستفيد منها وهيبصرودها طيب يبقى دي رقم واحد وقفت جسمي وقفت الغدة بدأت انت للتستستيرون خلصت الاسبوع السابع الثامن التاسع العاشر بدأت اقلل الدريدي بطلت خالص خلصت الكرسي هرمون التستستيرون فوق والغدة تحت عشان الغدة تبتدي يشتغل لازم ده ينقص عشان الجسم يبتدي يعرف ان تستقلف جسمي عشان الغدة تبتدي تنتج يعني انا عندي وليائكون عشرة جسم مثلا في جسمي تست والغدة تنتج في اليوم كله واحد درام مثلاaban وفيش حدث مع الدرامات بس انا بقول مثلا انا قلت عشرة جسم اينا واحد جسم فأنا جسمي ده مش هبتدي ينتج غير لما العشرة دول ينزلوا تحت الواحد جسم عشان الغدة تبتدي تنتج تنتج الواحد جرام اللي بتعمله وبعد ما بخلص الكورس الغدة تنتج غير لما انزل تحت الواحد جرام وههابتدي هي تشتغل بعد أن أخذ الكورس الغدة ستنتج 1 جرام، هذا ممكن أيضاً لا تنتج غير نصف جرام طبعاً لا يوجد جرامات، لكن أنا لا أريد أن أقولها لكي لا يكون معاكرت فأنا أقول جرامات كمثال تبسيطي الغدة ستنتج هذه النصف جرام، الغدة نزلت أو عالية؟ نزلت يبقى أسوأ حاجة أن أنا بعد الكورس الهيرموني، لو جسمي كان ينتج 1 جرام، سيتنتج نصف جرام يعني الجسم بتاعي بدل ما كان هو فوق بقى تحت والتيستي اللي دخل في جسمي بدأ يقل تدريدي لحد ما بقى أقل من المص جرام اللي الجسمي كان بينتج في اليوم 1 جرام يعني ما فيش حاجة سما أنا أحافظ على حجم الجسم أو حجم عضلاتي بعد ما أخلص كورس الهيرموني نهائي الكورس الهيرموني بيزودني يقعد فطرته في الجسم لحد ما يبتدي تيستي ينزل 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 عشان يحاول ينشط يحاول ينشط الغده إنها تنضج اللي كانت بتنتجه قبل كده يبقى الكورس الهيرموني دي دمرت مش بيحسنت بيحسنت لفترة بسيطة جدا شهر 2-3 لحد ما التستي يبتدي إقل ويرضع لطبيعته أو أقل من طبيعته وعدها بيضمرت عشان انت بتحارب وبتتمرن وبتعافر عشان الغده تردع تنت تنتين وتصل للنسبة اللي تنتينها الطبيعية تب إمتى بقى الكورس الهيرموني يبقى مفيد جدا ليه ويزودني حجم عضلي؟ لما يكون كورس الهيرموني علاجي أو طبيعي أو إن انت جسمك محتاجه إزاي؟ أنا الغد عندي لحد الأرثة بتاعها 1 جرام وهي 2-3 منص جرام فعاوز أن تبهى فأعمل إيه؟ بابتدى روح لدكتور وعمل التحاليل بتاعتي واشوف نسبة السيمن عامة أو نسبة الحيوانات المنوية في الخصويتين قد إيه؟ اللي مسؤول عنها برده وتستستيرون هو اللي بيخلي حامات المنوية دي كتير أو قليلة فساعتها الدكور قال لي لأ دا انت غد عندك خاملة أو مش ناشطة فبيبتدي هو يعملها كورس الهيرموني كورس الهيرموني مش بيبقى زي اللي احنا بناخده في كورس الهيرمونات لأن كورس الهيرمونات احنا بنتعمد إن ندخل الجسم كمية أكبر من اللي الجسم بينتجها عشان يوقف الجسم إنتاجه لا في العلاج دي ببتدي تدي له جزء بسيط عشان ينشط الغدة والجسم يرجع ينتر الكمية الطبيعية في فرق كبير كورس العلاج دا هتلاقي بعدها عضلات تزادت 200 في المية وتحسنت لو انت فعلا مريض لكن لو انت طبيعي هتنزل مش هتطلع مفيش لاعب كمال أجسام فدع على جسم أول مبطل كورس الهيرموني ولسه بيلعب وبيشيل حديد وبيأكل 50 فرخة في اليوم عمره ما هيوصل للمستوى اللي كان بيلعب بيه موقع كورسات كثيرة انت ممكن بعد ما تاخد كورس الهيرموني شهر 2-3 بطلت السنة تقول لنا طبيعي مش هيرمونات اه فعلا انت طبيعي لان الهيرمونات اللي انت دخلتها جسم الجسم تتخلص منها خلص يعني اي شخص تعرفه خد هيرمونات من سنة من 2 من 3 قوله انت طبيعي مجيش حد يروح يقول له انت بتاع هيرمونات ولا بتاع حقا وكان بتاع هيرمونات ما ينفعش واحد شيري بسجارتين من السنة تقول لانت بتاعها شيش او بتشرب سدايا لا هو الجسم تخلص عمتا من نيكوتيني الزيادة اللي كان في جسمه وخلاص نفس الفكرة هنا تستسترون دخل علي نقص اختفى بقيت شخص طبيعي وممكن انا بقل من الطبيعي وتدريدي مع الرياضة ممكن انا بتيجتحسن الغد ترجع تم انا اسف لو طولت الحلقة دي طويلة جدا بس السؤال ده مهم جدا لكل الشباب ابعد عن اي كرسي هيرموني لان انت بتدمر صحتك وبتعلى الفترة قصيرة جدا بعدها بتندم سنين تتير لحد ما ترجع على الطبيعي انا بقول لك تاني او ابعد عن اي كرسي هيرموني لو انت مش شغل في المجال ده ما تخدش الريسك الريسك ده علي او ان انت ترجع طبيعي لو انت في المجال ده وعاوز تاخد الريسك ولازم تكون اعلى من 18 سنة عشان يبقى عندك اصلا قبل انت تستحمل العواقب اللي ممكن تديلك منفعش تبقى قل من 18 سنة وتقول لي ما انا هاخد انت بتدمر نفسك يا ابني وترجع طعاية انت مش مسؤول عن نفسك انت لسه اصلا ما بلغتش لازم تفكر في الموضوع ده بعد 18 سنة على قل يكون اصلا بلغت فكريا ان انت فعلا اذا هقدر استحمل العواقب اللي هتديلي بعد كده موضوع ده مش سهل يا رب تكون الحلقة بسيطة ما تبقاش معقدة انا حاولت ان انا خليها سهلة جدا لدرجة ان اتكلم كلام بسيط جدا عشان تبتدي تفهمني على قد ما تقدر ووصلك المعلومة عشان ابعيدك عن الاخطار اللي موت تكون مستنيات لو عربية الحلقة النهاردة اكيد مش هستخصفين تعمل الحلقة لايك لو مش مشتري في قناة شيء وتفعل زرها ستصالك كل جديد كنا معكم كابتن اوك